النهاردة زمالك طبعا بيفتقد زهيره الايصر احمد فتوح بسبب صبته طبعا بنزل البرد الف سلام عليك فتوح تعرض طبعا لنزل البرد في الساعات الماضية وان شاء الله يرجع علينا باذن الله بالف سلامة في المباراة القادمة كمان محمود حمد الوينش اللي جميز فضل الحياة انه ما يكونش موجود في مباراة اليوم علشان عايز يجهزه بنسبة 100% ما بقاش فيه رزق زي المرة اللي فاتت استعجلنا على ظهور الوينش في المباراة وحصلت الاصابة ففيه حرص كبير جدا جدا من الدكتور محمد اسامة ومن جزي جميز انه ادفع امتى بالوينش علشان ان شاء الله باذن الله تبقى بداية باذن الله ونهاية سعيدة للوينش والنادي الزمالك انه يتواجد ضمن صفوف نادي الزمالك هيفرق كتير جدا معانا ومع اللعيبة باذن الله في الفترة اللي جاي هو هو وكل المصابين في الفترة اللي جاي ان شاء الله يخشوا ويدعموا فرقة نادي الزمالك مع اللعيبة اللي موجودين طبعا فيه حاجات هنستعيدها النهاردة واهمها طبعا هنستعيد جهود نجمنة ونجمنات زمالك زيزو بعد شفاءه الحمد لله من الاصابة اللي خليته طبعا يغيب عن مباراة سموحة اللي فاتت واكيد اكيد وجود زيزو هيفرق جدا مع اي فريق مش مع نادي الزمالك بس طبعا زيزو لعيب مميز وعنده امكانيات مش موجودة عند اي حد داني من الممكن ان زيزو يبدأ المباراة النهاردة ومن الممكن ان يبقى موجود على الدكة ولكن زيزو تواجده مع نادي الزمالك بيفرق جدا مع اللعيبة داخل الملعب وبيفرق جدا مع نادي الزمالك طبعا شكرا